الحقيقة احنا لسه مكملين مع حضراتكم اخبارنا الرياضية او بنتكلم عن فقرة رياضية تانية امبارح كنا كلنا عصابنا مشدودة جدا و احنا بنتفرج على المباراة القوية والحماسية اللي جمعت بين قطبي الكرة المصرية والسعودية الزمالك والهلال في كاس الوسل فاز الهلال بدربات الجزاء الترجحية بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل واحد واحد خلونا نقرأ ايه اللي حصل امبارح في المباراة مع الضفنا اللي نورنا النهاردة في الستوديو الناقد الرياضي محمد ثابت بنصبح لحضرتك اهلا بيك اهلا بحضرتك افران طبعا الناقد في جريدة الاهرام يعني حضرتك امبارح شفنا مباراة كنا كلنا على اعصابنا و يعني في الحقيقة زمالكوية اهلوية احنا كلنا حابين مصر هي كأنها اللي بتلعب فعايزين نعرف تقييمك امبارح للمباراة كتعاملة ازاي وللفرقتين اكيد اولا مبروك لنادي الهلال فوز ببطولة كأس السوبر لوسيل اللي قيمت امبارح وهارض لك الهلال الزمالك لكن كان متوقع فوز الهلال بالمباراة نظرا لان فريق الهلال السعودي اولا هو بطل السعودية وبطل اسيا وضم مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين المتميزين المحترفين من مختلف دول العالم يمكن شوفنا الفريق مبارح فيه ثلاثة اوقات فيه خط الدفاع وحارس المربا بس سعودي وسالم الدول السعري اللي بيلعب فيه الهجوه وبقية الفريق من كولومبيا ومن برازيل ومن ارجنتين ومن مالي ومن نيجيريا فالفريق بيضم مجموعة متميزة من اللاعبين الكبار المتميزين على اعلى مستوى فريق الزمالك ما فيه الشك انه هقدم السنة دي موسم رائع وحق انجازات كبيرة جدا يمكن كانت غير متوقع لكن مستوى اللاعبة اللي موجودين في الزمالك لا يرتقي الى مستوى لعبة الهلال معظم لعبة الزمالك يمكن ما كانش حد يتوقع ان هم حقاوا الدوري والكاس الزمالك مبارح كان بيعالي في خط الوسط ما عندوش خط الوسط ما عندوش يمكن فيه مهاجم زيزو على مستوى عالي سيف الجزيري لكن ما كانش عندو خط وسط ولا صانع العاب فالزمالك قدم وراه حسب قدرة امكانات اللاعبة ويمكن استطاع فريرا المدير الفني لنادي الزمالك انه يوظف كل لعبته من اجل الخروج بنتيجة جيدة وخرج بفعلا بنتيجة جيدة وهي التعادل واحد واحد وكان من الممكن ان يفوز الزمالك بضربات الجزاء لكن ضربات الجزاء دي ضربات حظ ويمكن احنا كمصريين للأسف تالت او رابع مرة السنة دي الحظ من ضربات الجزاء خسرنا نهائي امم افريقيا بضربات الجزاء امام السنغال خسرنا المبرار فاصلة بيننا وين السنغال بتاهل كهس العالم بضربات الجزاء حتى انتخب الشمام خزص المطولة العربية اللي كانت في السعودية مؤخرا بضربات الجزاء نادي الزمالك خسر مبارح بضربات الجزاء لكن هارد لك لنادي الزمالك ولا يعيب نادي الزمالك ومبروك لنادي الهلال السعودي ولكن يجب أن يكون هناك بعض التدعمات لنازل زمالك خاصة في خطية الوسط وخط الدفاع محمد خلينا سألك هنا على أداء بريرا تحديدا شايف أن الخطة التي تلعبت بها المباراة هي كانت الخطة المثلة نشوفنا الاستحوازات للزمالك كانت 34 مقابل بنتكلم في حيو 60 لهلال السعودي شايف الفرق الكبير ده السبب فيه تكنيكي اللعب اللي لم يكنش موفق فيه بريرا ولا كان فيه مشكلة لا السبب فيه قدرة لعبة نازل زمالك أو الثقة الزيادة اللي راح بيها نازل زمالك أنا بطل الدوري لا بالعكس أنت بتلعب بطل أسيا بطل أسيا بطل أسيا مش بطل السعودية ده بطل أسيا ومطقة السعودية وفيه 8 لعبين أجانبهم ربما تكون الندية قبل المباراة هي كانت سبب من أسباب لا لا كانت في ندية يعني فكرة أنت بطل أسيا فأنا بطل دوري لا أنا متحافظ على كده كان جمهور الزمالك والجمهور المصرية كلها كانت متخافة من المطش ده وكانوا خايفين أنها ممكن تحصل نتيجة كارثية لنادي الزمالك نادي الزمالك ما أيدش لعبة خوالها للسنتين اللي فاتوا نادي الزمالك بيعتمد على الناشئين يعني عدد كبير جدا من الناشئين حتى كان مبارح فيه ثلاث لعبين ناشئين يعني إذا النتيجة كانت متوقعة آه كانت متوقعة لكن ضربات الجزاء ده حظ نادي الزمالك يصعى يوصل لضربات الجزاء وكان يكسب لكن قوة فريق الهلال لا تقرن بمستوى أداء لعب نادي الزمالك اللي هو كان ولعب نادي الزمالك حسب قدراته وممكناته مكتر خيرهم فريرا باستخدم كل أدواته من أجل تقديم الأفضل والأفضل أنه كان يلعب بطريقة الدفاع اللي حصلت ببارح مع فريق رهيب زي فريق الهلال أنت بعدكش خط وسط يمكن باستثناء إمام عشور مفيش عندك خط وسط ولا صانع علعاب كنا بنعتمد على اللعبات الطولية اللي جاب منها هدف الزمالك اللي هو من خلال كرة من خلف للمدافعين بعكس فريق الهلال كان بتناقل الكرة بسلاسة بقدرات لعبية ففيه فرق كبير جدا بين المستوى بين نادي الزمالك ونادي الهلال السعود وده الفرق بين الكرة المصرية والكرة السعودية يمكن احنا الكرة المصرية في وضع والكرة السعودية في وضع آخر 2018 آخر مرة لما كاننا باللعب السعودية في روسيا السعودية وصلت السنة دي للمرة سات كياس العالم السعودية دوري قوي جدا دوري ومحترفين على أعلى مستوى بعكس مصر يعني يمكن في السعودية فيه خمس فرق دايما بتنافس على وطولة الدور ما يعرفش مين البطل غير في آخر مطش الجلال والنصر والشباب والاتحاد جدة والأهلي بعكس مصر بطرها تبع محسومة من خبلها بين الأهل والماركة دخل في آخر نظرا للفرق الشاسح بين الكرة المصرية والكرة السعودية الكرة المصرية لا يطبق فيها الاحتراف بصورة جيدة أو صورة صحيحة جدا وفيه مشاكل كتير جدا بتواجه الكرة المصرية في الإدارة وفي اللاعبين وفي الأسعار اللاعبين عكس الكرة السعودية هناك احتراف متكامل في كل شيء في التحكيم في الملاعب في كل شيء فيه فرق في الدورة المصري أربع أو خمس أنديت شعبية والبقاء كلها أنديت شركات. يعني نممكن نقول دور الشركات. عكس السعودية. ما فيش أي فريق لأي شركة. كل الفرق بتمثل محافظات و بتمثل كيانات محترمة و قوية. و بتدعم لعبيها. أنت حضرتك عارف أن أسعار لعبي الفريق الهلال السعودي مبارح 70 مليون يورو. كلهم دول يعني تلات أضعاف أسعار لعبي إزا مالك. ففيه هناك فرق كبير جودة كمان العائل. وجودة ما هو و طبعا المقتدر. يعني هم مش فكرة الفلوس. أنا ممكن أدفع فلوس. لكن الديني الجودة والديني الشخص المتكامل. ما هي الفلوس بتجيب الجودة. ما أنت بتروحش تجيب بمليون دولار لاعب على مستوى أعلى. أنا مش متفق لأن إحنا شوفنا جيل عظماء ما كانش بالمبلغ اللي بتدفع دلوقتي دلوقتي. ما إحنا متتكلمش على الماضي. الماضي شيء والحضر شيء. دلوقتي كرة القدم أصبحت صناعة وتجارة غير الماضي خالص. الماضي كانت فيه هواية. كنا إحنا اللي علمنا دول الخليج كلها كرة القدم. وكل المدربين المصريين هم اللي راحوا أنشأوا كرة القدم وأنشأوا الأندية. وأنشأوا الأندية نفسها في السعودية وفي دول الخليج كلها. الوضع النهاردة اختلف تماما. نشوف هما فين وإحنا فين. هناك فرق كبير جدا بين المستوى فيه. مستوى كرة القدم حتى في الملاعب. خلينا نرجع للمباراة بأنا في ساحبات إذناء. ونتكلم عن ضربات الجزاء اللي كلنا كنا يعني داينا جدا لما شفنا ضربة الجزاء اتعادت للهلال السعودي. لكن ضربة الجزاء بتاعت إحنا يعني فريق الزمالك خلاص ما ما تعدتش. فإلى حصل تهيني أكتر. صح ضربة الجزاء الزمالك محمد عواد تحرك برجله اليومنى قبل الكورة. أما اللاعب الآخر فسبت رجله اليسرى وكانت مركزه صحيح يعني. يعني كان فيه خطأ من محمد عواد أنه حرك برجله اليسرى. فالقانون بيقولك لازم تحرك رجلك اليومنى بس واليسرى تبقى على الخط أثناء ضربة الجزاء. وده حصل مع حرس مرمى البعيوف حرس مرمى الهلال. فطبعا كان الحكم ممتاز وكان الحكم جيد جدا وكان فير. ما كانش فيه أي ظلم للحكام. لكن التوفيق كان حليف كان معه بما. يعني كان إحنا ممكن نكسب ونسجل ضربات الجزاء وناخد البطولة على الرغم أننا مستوىنا كان أقل من مستوى الهلال السعودي. بس هي ضربات الجزاء دي ضربات الحظ. أنت بتكلم في مستوى لكن في الآخر كان فيه تعادل لغاية أخر الوقت. نتيجة جيدة جدا لناد الزمالك أنه يتعادل. أنت بتكلم على ثمن لعيبة محترفين من أوروبا. من أوروبا ومن أفريقيا. ممكن أقول حضرتك عليك. من بصش لماتش الأهلي والهلال اللي تلعب في كاس العالم الأندية من عدة شهور. الأهلي والهلال طبعا فيه لعبة كتير جدا تم إضافتها لفريق الهلال خلال الفترة الفاتتة. لماتش الأهلي والهلال اللي تلعب في كاس العالم الأندية. الحكم طرد اتنين من لعب نادي الهلال في أول ربع ساعة فأنت لما تلعب تسع لعبين طوال المطش قدام 11 لعب أكيد هيبقى فيه فارق وكان الأهلي في حالة جيدة جدا كان الأهلي في حالة غير طبيعية يمكن في المطش دوت كان الأهلي في حالة غير طبيعية بالإضافة إلى طرد الحكم تاني فندم إحنا كمصريين في المطشات دي بنتجرد من فكرة أنا أهلاوي أو زمالكاوي إحنا بنبقى عايزين لو الأهلي لعب كويس إحنا كلنا مع الأهلي أنا أصلي بقارن أداء الهلال أمام الأهلي وأداء الهلال أمام الزمالك أمام الزمالك بمارح تم استعانة بلاعبين جيدين جدا الفريق كان متكامل ما كانش فيه غيابات عكس مباراة الأهلي الأهلي كان موفق فيها جدا وتم طرد اتنين لعبين في بداية المباراة فده أثر تأثير سلبي على فريق الهلال السعودي لكن فريق الهلال السعودي بطل السعودية وبطل آسيا ويضم لعبين محترمين ومتميزين من أمريكا اللاتينية بالتأكيد صحيح وأكيد برضو اللعبة المصرية تحديداً أو اللعبة في الزمالك برضو في مجموعة من العناصر الجيدة حتى لو كانت قليلة لكن فيها عناصر جيدة وعناصر قادرة على صنع التغيير فعلاً لكن الحظ ما كانش حالفاً طبعاً الحظ علينا التكلم على اتنين تحديداً زيزو وعواد شفت أداءهم إزاي براه في المباراة كان هاي الخاصة عواد عواد هو كان نجم المباراة الأول ولو كان الزمالك كسب البطولة كان عواد هو نجم البطولة وكان أخذ أحسن لها في البطولة وزيزو أقدم أداء جيد وأداء متميز قدر المستطاع وأحرز هدف جميل جداً لكن زي ما قلت لحضرتك ما كانش فيه صانع ألعاب لنادي الزمالك يعني أنت لا عندك صانع ألعاب متميز ولا عندك خط الدفاع في خط الوسط متميز يعني أنت فين رمبرح كان بلاعب محمد عبدالغاني في خط الوسط بلاعب محمد فاروق في خط الوسط باستثناء إمام عشور اللي هو كان من سنة واحدة احتياطي للاعبة خط وسط النادي الزمالك فطبعاً معزورين لعبة نادي الزمالك لكن هذا يؤكد أن النادي الزمالك محتاج لعبين متميزين على مستوى عالي من أجل منافسه على البطولات خاصة في خطي الوسط وخط الدفاع ونحة اليمنى بالذات يمكن كان أداء حامزة المسلوسة على غير المستوى إمباراة فهم كتر خيرهم يعني عملوا قدوا المطلوب منهم أكتر لكن التوفيق لم يحالفه طيب فريرا استخدم خطط مختلفة في الماتش فعايزة عرف تقييمك لها في الأول المباراة استخدم شيكابالا في الأول وبعدين في الشوت الثاني يبتدى يستخدم اللعبة الجداد أكتر تقييمك إيه؟ هو يمكن خطأ فريرا في الماتش دوت مبارح بس الخطأ رحيد أنه بدأ بشيكابالا شيكابالا لما يبدأ أي ماتش ما يبقاش في الحالة الجيدة اللي يبقى عليها كان المفروض شيكابالا يشارك في الشوت الثاني خاصة أنه برضو شيكابالا فرق في السن بيلاعب لعبين على مستوى عالي جدا لعبين محترفين في خط الوسط وفي خط الدفاع في الهلال السعودي فكان المفروض يلعب بشيكابالا في الشوت الثاني في الشوت الثاني لما غير شيكابالا ونزل إبراجيم ناداي ونزل زكريا الوردي بدأ مستوى الزمانك يتحسن يمكن لقينا بعد الدقيقة 60 من الشوت الثاني المستوى متقارب بين الفرقيتين والزمانك يوصل لأكتر من الكرة بدأ الزمانك يتفاعل مع المباراة ويبادل فريق السعودي الهجمات يمكن الزمانك يوصل لأكتر من الكرة من خلال سيف الجزيرة وخلال زيزو لو فيه توفيق كنا احنا ممكن برضو نكسب يمكن هما في الشوت الثاني ما كانش ليهم هجمات خطيرة جدا أو مؤثرة جدا زي الشوت الأول فقدر فريرا أنه يستخدم كل الأدوات اللي عنده سواء في الدفاع أو في الوسط أو في الهجوز طب هل فيه ثغرات كانت موجودة عند الهلال السعودي ما قادرش يلعب عليها في الهيرة أو يقدر اللي هو يستغلها بالشكل الأمثل خط الدفاع أقل مستوى في كل خطوط الفريق السعودي يمكن إحنا زي ما قلت لحضرتك ما عندناش صانع ألعاب لو عندنا صانع ألعاب متميز زي ما كان موجود مثلا في الجانساسي أو حتى لو كان لعب شيكامالكا صانع ألعاب كان الوضع اختلف لأن خط الدفاع الفريق السعودي كان هو أضعف الخطوط في الفريق السعودي فيمكن دوات الأدوات اللي زي ما قلت لحضرتك اللي مش موجودة مع علاج الزمالك هي اللي مساعدتش فريرا أنه هو يعني ليس في الإمكان أفضل من المكان وأنا نقدرش نطلب منهم أكتر من اللي حصل طب احنا اتكلمنا عن إدارة فريرا للمباراة والخطط اللي عملها رأيك في إدارة المدير الفني للهلال السعودي للمباراة كتعملها إزاي ولكن في أخطاء مثلا ممكن بالعكس يمكن دياز الأرزنتيني المدير الفني للهلال السعودي ما استغلش اللاعبين المتميزين اللي معاه أفضل الاستغلال عكس الزمالك هم استحوزوا على الكرة في وسط الملعب لكن ما قدروش يمكن في الشيط الأول شكلوا بعض الخطورة أو خطورة على مرمى نادي الزمالك يمكن هجمتين أو ثلاثة تقلق فيه محمد عواد لكن في الشيط الثاني ما شكلوش الخطورة المطلوبة على نادي الزمالك أو على مرمى نادي الزمالك بالرغم من عنده زي ما قلت لحضرتك كده منتخب العالم عنده أجالو نجم ناجيريا ورأس حرب ناجيريا عنده موسى مالينجا نجم منتخب مالي عنده كاريو نجم الأرجنتين عنده فينو الأرجنتين عنده فريرا البرازيل عنده مجموعة متميزة من اللاعبين ما قدرش يستغل اللاعبين دول بصورة كويسة جدا لكن التوفيف الآخر حصل معاه وكسب المطش طيب لو هنتكلم على بخلاف عواد رجل المباراة من الفريقين هاي بقى مين محمد عواد عمل مصر بارح هاي جدا نخلي عواد على جنب مين يجي بعد مين زيزو وخط الدفاع برضه محمود الوينش قد بصورة جيدة هاي بتكلم على رجل المباراة وهيطلع برضه من نادي الزمالك لا مقولش رجل المباراة لا مكلم من الفريقين مين رجل المباراة اللي ممكن نطلعه بعد الأداء الخاص بالفريقين ممكن محمد عواد من الفريقين محمد عواد عشان ما شفناش واحد برضه من لعيب الهلال هو اللي صنع الفريق أو كان نجم فوق العادة كان كل مستوى بتاعهم عادة وعند لعبة الزمالك لعبة متميزين في خط الوسط بالذات وخط الدفاع وخاصة في الناحية اليوم كان مستوى فرق جدا وكان ممكن الزمالك يكسب هل نقدر نعتبر ان المباراة دي او نقول عليها ان هي يمكن كانت بروفا لنادي الزمالك للموسم الجديد انه يقدر يعتمد على اللعبة الجداد دول ولا لا ينزلهم في أول المباراة ولا في آخر المباراة الخطة اللي هيستخدمها فرارة حتى في الموسم الجديد لا يوجد شك ان المباراة هتفيد نادي الزمالك اول قبل ما نتكلم عن الموسم الجديد لعبة الزمالك على فكرة يعني ماخدوش راحة عكس لعبة الهلال لعبة الهلال دولور كانوا في معسكر في الخارج لمدة 15 يوم وخدوا راحة لعبة الزمالك لست كان بيلعبوا في الدوري من اسبوع أو اسبوعين فده عامل برضو من الأسباب اللي قدت إلى رهاق لعبين المباراة دي اكيد هتوضح للجهاز الفني لنادي الزمالك من أجل الاستمرار في الفوز بالبطولات وتحقيق البطولات القادمة إن شاء الله لازم يكون هناك تدعيم وتدعيم قوي جدا للفريق خاصة في خط الوسط زي ما قلت لحضرتك في صانع العلعاب وخط الوسط المدافع وفي خط الدفاع يمكن في خط الهجوم تم تدعيمه ببعض اللاعبين زي إبراهيم أنا ضايق الاستنغالي لكن ما نقدرش نحكم عليه من أول مصر هو مبرح لعب شوت واحد بس زكري الوردلي اللي كان لعب عشر دهائق ما نقدرش لكن الزمالك محتاج دعم كامل في خط الوسط وفي خط الدفاع ورأس حربة بإجانب سيف الدين الجزيري اللي هو المهاجم الأوحد اللي يعتبر لدلوقتي لنادي الزمالك نعم طيب وإحنا نتكلم على مباراة زي مباريات مباراة الأمس الخاصة بالهلال السعودي والنادي الزمالك في الحال ما نفعشون نادي الزمالك وما نذكرش نادي الأهلي لأنهم الأهلي والزمالك معروف قطبي القرى المصرية مباراة الأهلي فجر مفاجأة وربما هي مفاجأة أسعدت كثير من الجمهور وهي فكرة إعلان اسم المدير الفني الجديد للنادي الأهلي وهو السويسري مارسل كولر ده اللي هيجي عقب البرتغالي سوارش شايف السيفي بتاعه إزاي؟ هل هيكون إضافة حيائية؟ هو رسمياً هيتم إعلانه في مؤتمر صحفي يوم الاثنين؟ أولاً نتمنى التوفيق للنادي الأهلي ونتمنى التوفيق للكولار المدرب الجديد السويسري للنادي الأهلي لكن لو بصينا أستاذ أحمد على النادي الأهلي وعظمة النادي الأهلي وحجم النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي كان يستحق مدرب أفضل من ذلك أولاً الدور السويسري كله حتى من كولر؟ حتى كولر يعني كان فيه مدربين على مستوى أعلى من دوت معروضين على النادي الأهلي لم يتم التعاقد معهم هو الدور السويسري مش على المستوى المرتفع في أوروبا هو طبعا حقق نتائج إلى حد الماء جيدة يمكن مع نادي بازل مع منتخب النمسا حقق معهم نتائج جيدة لكن برضو ما نقدرش نحكم عليه نتائج جيدة جدا كمان ده رفعت تصنيف من 70 لـ 20 تقريبا أو أكتر ما نقول له حضرتك حقق نتائج بس برضو كان الأهلي يستحق مدرب أفضل من دوت بس برضو ما نقدرش نحكم على المدرب إلا من نشوفه إن شاء الله ومع النادي الأهلي يمكن فيلر برضو كان سويسري وما كانش معروف حقق نتائج جيدة جدا مع النادي الأهلي أنا كان فيلر معندوش سيدي آه آه يعني هو من المدربين الجيدين بس أنا كنت بتمنى أن النادي الأهلي يجيب مدرب له تاريخ زي مثلا كيروش حتى زي جروس جروس دوت أصلا هو أستاذ كيروش حقيقي بتقول زي كيروش إيه التاريخ الكبير ما هو حتى رغم التاريخ اللي حقيقي بتقول عليه ما عملش إضافة كبيرة للفريق مين؟ هو كيروش كيروش؟ سوارش أسفل بكلم عن سوارش كيروش كيروش اللي هو طبعا عمل شكل جيد جميل وشكل رائع لمنتخب مصر على رغم الإمكانات المحدودة لمنتخب مصر بس هو كيروش بيدرب منتخبات ما هو رفض إنه دربه دلوقتي بيدرب منتخب الإيران تعاقد مع منتخب الإيران أنا أصدي على نفس المستوى لكن نتمنى التوفيق إن شاء الله وأعتقد إن أي مدرب غير سوارش هيكون كويس جدا هل تغييرات كثيرة لتحصل على المديرين الفنيين للنوادي بتأثر سلبا على اللعيبة؟ ما فيه شك ما فيه ضغط على اللعيبة وضغط على الإدارة كمان يعني خاصة دلوقتي المستوشيال ميديا هي اللي بتحرك كل شيء يعني الإدارة واللعيبين والنتائج السيئة سواء للأهل أو للزمالك لما كان عنده نتائج سيئة بتأثر تأثير سلبي على المدربين وأولا وأخيرا هم اللاعبين هم الأساس في المقام الأول يعني محترام لكل المدربين حتى لو عندك أنت يعني مين أحسن مورينه مورينه أحسن من المدربين العالم أو دوارديولا المدرب فالشيستر سيتي اللاعبين هم الأساس هم اللي بينفزوا تعليمات المدرب وهم اللي بحركوا المدرب مشكلة الأهلي مش في المدربين أكتر من اللاعبين يمكن اللاعبين اللي في الفترة اللي فاتت دول فيه لعبين كتير جدا مستوهم بعيد عن مستوى النادي الاهلي وده اللي حصل اللي ده اللي شفناه مع كيروش اللي شفناه مع سوارش وشفناه مع موسياني وشفناه مع أي مدرب تنهيجي مشكلة الاهلي تدعيم الفريق بلاعبين متميزين في مختلف الخطوط لنادي الاهلي وبعد كده يأتي دور المدرب فاللعب الأسد أقول لحضرتك الحاجة يمكن الاهلي زمان كان أي حد بدربه بحق النتائج لما كان فيه لعبة منتخب مصر اللي هم أمتريكا ومحمد بركات والجمعة كان أي حد بدربه بياخد بطولات شاللعبة كانت شايلة أهم المسئولية للفلنة اللي هم لابسينها هم عارف اللي هو بيرتدي فلنة في فلنة النادي الأهلي واحد من أعظم أقول ناديين في مصر فهو عارف وبيلعب إيه فمهور بتاعه إيه هو أكبر نادي في أفريقيا بس هم قدراتهم كده يا سيد أحمد هم قدرات اللاعبين كده يعني ما تقدرش تظلمهم أكتر من كده للأسف بعض الناس اللي بيختاروا في النادي الأهلي بيختاروا اللاعبين بمجرد بس إنهم يظهروا في مباراة أو مبراتين ما عندهمش القدرة إنهم يمثلوا النادي الأهلي وقعاوا الإنجازات من النادي الأهلي دالي شوفناك في الفترة نحن بنتمنى توفيق لقدبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في القادم وفي الموسم الجاي أكيد وألف مبروك للهي للصعود زياني ده ما يمنعش نفرح أكيد للأندية التانية أخواتنا من الدول العربية كل شكر لك على التفسيرات والتوضحات ذي كلها وحبينا تعليق حضرتك على مباراة مبرح الأستاذ محمد ثابت لناقض رياضي بجريدة الأهرام كل شكر لك شكراً وساعدت بوجود معك أستاذ بيسانتو أستاذ أحمد شكراً لك أستاذ محمد